السلام عليكم احبتي في اللا تحية طيبة للجميع انتمنى تكونوا في احسن الاحوال اليوم اغنقدم لكم حلوة جد رائعة حلوة رخامة اللي غادي نشكلها دفعة واحدة بدول حاجة للمكسرات وصفة اقتصادية بمكونات اللي هي بسيطة وسريعة التحضير لنبدأ على بركة الله بقينا الخلط غادي نوضع البيض بحرارة المطبخ بيض متوسط الحجم جميع المكونات غادي نوجدوهم مكتوبين بالاسفل بصندوق الوصف كيف ما غادي نوجدوهم على الموقع دي الشفنة ديه غادي نوضع لكم الرابط ديه بالاسفل كذلك تنخفقو البيض وتنضيفو عليه السكر الخشين السندة نمزجو العناصر فالوقت دي لتحضير هاد الحلوة بسيط بسيط ما غاديش تحتاجو فيها الوقت الكثير ضغيية ضغيية تتوجد تنضيف الزيت النباتية وتنخلط في المضفة عنصر تنخلط العناصر حتى تنسجم مع بعضها الحليب بحرارة المطبخ وبالنسبة للنكهة فحسب الرغبة استعملت هنا الفانيلا الدقيق ممكن تستعملوا اي نوع من الدقيق من الاختيار ديلكم فهنا استعملت الدقيق دي الفرينا مغربل كيف ما يمكن لكم تستعملوا الدقيق دي المثال الخاص بالحلويات او دي المخبوزات دقيق القمح الكامل كذلك جميع الانواع دي الدقيق تقدر تصلح لكم في هذه الوصفة فتنضيفه على الدفوعات حتى نحصله على واحد العجين اللي تكون بواحد القوام لشوية كتيف تنضيف هنا خميرة الحلويات البيكن بباودر وتنخلط مزيان وهذا هو القوام اللي حصلت عليه فعندي هنا صفيحة فالسمك ديالها تلات سنتيمترات والقياس ديالها اربعين على تلاتين سنتيمتر منذ نعملو الخالط ديال الكيك ديال العجين فترفعو ايدينا قدر المستطاع باش ندخلو حد كمية مهمة من الهواء وينجح لنا الكيك فالأثناء الفرن مشاعد من الاسفل والاعلى على الدرجة ديال 180 فغديندخلو الكيك ديالنا للخبز المدة ديال عشرين دقيقة تقريبا ترجوه باش نخرجو لك انوا بعض الفقاعة التي يكونوا كبار وتندخلوه للخبز بالفرن بعد ما كتسب لينا لون دهابي جميل فيمكننا نتأكدو بان الكيك ديالنا اراها وجدة تندخلو حد السيخ الى اخرج لنا ناشف راه جاهزة الى اخرج مثلا اه يعني سارد شوية او لا فيه العجين فيمكن لنا نمدو مدة الطهو حتى تحصلو على النتيجة المرغوبة بعد ما زيس برد هاد الكيك كيف ما غادي تلاحظو تنزول ورق الفرن اللي كنت وضعه في الصفيحة كيف ما الى اعملته غر زيس او لا زبدة وطقيق فقلبوها مباشرة او لا خلوها في الاناء ديالها كيف ما غيتو وبالنسبة للتزيين فتيبقى حسب الرغبة عندي شوكولة سوداء مدابة يمكن لكم تستعملوا شوكولة بالحليب مثلا او للشوكولة البيضاء وعملت فيها كوكو فول سوداني محمص ومجروش يمكن لكم تستعملوا اللوز كذلك وتنوضعوه على الوجه ديالها بهذه الطريقة فالمكسرات تتعطينا واحد القرمشة والشوكولة تتعطينا الطعم لهو زوين وتعجب الوليدات تعجب الكبار والصغار والكيكات تتجينا رطبة شي حاجة لي راقية ونقدر نحضرها حتى الاخر لحظة خاصة الى كانوا عندنا الضيف ديال الغفلة او المسالا اللي ما عندوش الوقس فهد النوع ديال المخبوزات سهل وسريع وكذلك الشكل دياله تيجي راقي وزوين تنحاول نوزع طبقة ديال الشوكولة مع المكسرات بشكل متساوي وهنا عندي شوكولة بيضاء مدابة وبحرارة المطبخ عملتها في جيب حلواني سنعمل واحد تقبل تكون رقيق بزاف كما يمكن لكم تستعنوا بواحد جيب من ورق الفرن او للبلاستيك الغذائي وتنعملوا خطوط على هات الشكل الموضح امامكم تنخلوا بناتهم واحد سنتيمتر حتى الواحد سنتيمتر ونصف طريقة سهلة لما بغاش تستعمل مثلا شوكولة فيمكن يستعمل الغلاساج من السكر سقل سكر غلاسي وشوية ديال الحامض مثلا او لا بيض البيض الغلاساج العادي اللي سنعملوه في الميل فيه ولكن صدقوني هاد الطريقة هاد لتخضير هاد هاد الحلوة رائعة ولديدة بزاف مزيج مما بالمكسرات وانواع ديال الشوكولة وكذلك الكيكة عندنا رطباء بنكهة الفانيلا شي حاجة للطوب فحاولوا تجربوا الوصفة اكيد غادي تعجبكم وتناخدوا حد السيخ سنعملو خطوط بهذا الشكل تقريبا اه تنبعدوا بناتهم واحد ثلاث سنتيمترات وسنعملو خط معاكس في كل شارت لاحطوا معايا هذا هو الشكل اللي سيعطينا الشكل الكلاسيكي فتنعملو الشوكولة بجوجهم للسوداء ولا البيضاء خاصهم يكونوا مدابات اه مدابين بحرارة المطبخ الى عملتوا الشوكولة وهي باردة بزافرة غادي تكسر لكم غادي تجف بسرعة وغادي تكسر لكم اثناء تشكيل هاد الاشكال اللي لحتوا معايا تنخلي واحدة تجف تماما من بعد غا نمرو باش نقطعوها تنحاولو نمرو السكين من الاطراف دي الصفيحة لان الشوكولة تسقط لي واحد شوية وتنقلبها فيمكن لكم تقطعو بالصفيحة الى بغيتوا تقطعو مباشر بالصفيحة يمكن لكم هنا وضعتها فوق سطح العمل وبالنسبة للسكين دائما تنوضعو في واحد مثلا شي كاس ليكون فيها ماء سخون مو غلى وصل درجة الغليان من الافضل باش هذه الشوكولة ما تكسرش لكم ومرة مرة نضفو السكين باش ما يبقاش واخد الشوكولة فيه يعني ما يبقاش مطلب الشوكولة تنزول هاد الاطراف فقط هذا لإعطاء جمالية لهذه الحلوة إلا بغيت تخليوهم من كلكم تخليوهم وبالنسبة اللي تخونش فبالنسبة للقياس انتوما واللي بغيتوا يعني بغيتهم صغر متوسطين كبر حسب الرغبة دي الكل واحد فيكم هنا هاد نقطعو مقطع اللي تتكون شوية صغيرة فعملت فقط عيني ميزاني القياس قريبا دي الواحد الخمس سنتيمترات على ثلاثة سنتيمترات فهاد لتخون شراء دغية دغية تطيرو لأنه مرتبين وبنان بزاف ممكن توضعوهم في واحد البطة يعني غير طبقة وحدة مثلا وتدعو لها حاول تدعو ذوك البطة اللي تكونوا رقاق وتوضعوهم بالتلاجة يلا كنتو بغيتهم من مدة اطول فيمكن لكم تحتافظو بهم في المجمد لوقتي تدعوهم تتخرجوهم تخليوهم حتى يعني ارتابو وتتقدموهم شكل ديالهم رائع وراقي شي حاجة للطب وسهلة يعني ما تتحتاج منا لمجهود لمكونات كتر جد اقتصادية وشي حاجة اللي تتحمر لوجه تنفعنا مثلا لما عندناش الوقت الى جوعنا ضيوف الغفلة فهذه الوصفة كاقتراح الوصفات العيد ان شاء الله فمرحبا بكم بصحة ورحة